تساقط الشعر طبعا بيهم كثير من السيدات المهم أرجوك يا جماعة أرحموا نفسكم أرجو الصديقات يرحموا نفسهم من الجرجيل والطوم ويرحموا المحيطين طبعا يعني لأن الجرجيل والطوم لا يقتصر أثارهم على اللي بتحطهم بس لكن المحيطين بها بيبقوا أكتر يعني فبلاش حكاية الجرجيل والطوم في الشعر دي خالص يعني ننساها بقى بعد الحلقة دي لأنه طبعا ما لهمش أي حاجة كل اللي بيستفيدوه إن الطوم يعني يا ما شفنا حالات يا ما شفنا حالات وخصوصا حالات السعلبة اللي بيبقى فيها تساقط شعر من جزء معين من فروة الرأس نتيجة للنحية النفسية وكده بيجيبوا كمان بتعمل وبيعملها بعض الكوافرات للأسف فبيجيبوا الطوم ويحطوه بكل ما لقواه من رائحة يعني غير مستحبة ويشرطوا الجلد كمان ويدعاكوا الطوم فيه فبيجيلي البنت أو الفتاة أو السيدة المسكينة الحتة بتاعة السعلبة دي بدلا ما هتخفف في 3-4 أسابيع هتخفف في 3-4 شهور إذا خفت كمان لأنه ممكن تعمل أثر أو تلايف في الجلد مطرح ما تعملت الكرسى بي معانا الصديقة سالي تفضلي السلام أهل المساعدة إزاي حضرتك أهل المساعدة أهل المساعدة أهل المساعدة شكرا شكرا بنتكلم عن الكريمات والشعر أه تساقط الشعر سوري تساقط الشعر بقى طبعا بيشغل كثير من السيدات والفتيات هنبرضو زي ما قولنا القاعدة اللي استفدناها دلوقتي برضو النهاردة وحنطبقها في كل حاجات الجلدية في الحلقات القادمة إن شاء الله إنه الكريمات الشعر أو البشع أو مشكلها لازم نعمل تحليل قد يكون فيه أنيميا قد يكون فيه اضطراب في الغدة الدراقية فيه كذا سبب قد يكون فيه اضطراب في الهرمونات بتاعة اللي عند السيدة أو الفتاة فده ممكن يؤدي إلى تساقط الشعر وإلى ظهور الشعر الغير مرغوب فيه واللي اتفقنا إنه الليزر أفضل علاج له وليس الواميد الضوئي كمان وبيجيب نتيجة حلوة جدا بس محتاج أربع خمس جلسات طب تساقط الشعر بقى لازم بعد التحليل دي بنده بعض الدهانات الموضعية اللي بتحتوي على مواد معينة بتعمل حاجة معينة مادة مثلا بتوسع الشرايين أو بتوسع الشعرات الدموية بتاعة فروة الرسل لازم تكون مبنية على أساس طب طبعا مش من ضمنهم أبدا الجرجير والطوم ولا العسل ولا الزبادي ولا الكلام الفارغ ده مادة مثلا بتعمل توسيع في الشعرات الدموية فتغزي غزور الشعر ندي علاج للأنامي ندي علاج للغضة الدرقية ندي علاج للهرومونات الزيادة بتاعة الجسم فيه كمان دلوقتي الحاجة الحديثة اللي هي العلاج بالبلازما العلاج بالبلازما ده ده علاج طبيعي جدا مفيهوش أي مشكلة فكرته ببساطة ان احنا بناخد خمسة سانتي من الدم بتاع السيدة أو عشرة سانتي بجهاز معين طبعا وبنحطها في جهاز معين اسمه جهاز التدوير هو اسمه كده جهاز التدوير المركزي المهم يعني مش مهم اسم الجهاز والمهم بيفصل الجهاز ده الهدف منه فصل الكرات الدموية الحمراء والبيضاء عن الدم فبينتج سائل رائق شفاف اسمه البلازما اللي بتسبح فيه كريات دي كريات الدم الحمراء والبيضاء هذا البلازما هو زي ما احنا عارفين الغذى بتاع الجسم بروح هي فكرة البلازما العلاج بالبلازما بسيطة جدا وحلوة لان الفيتامينات والغذى والاكسجين بتاع الجلد بيجيلوا من خلال الدم فمن خلال العلاج بالبلازما ده بنوصل الفيتامينات تحت الجلد مباشرة وهي امينة جدا ما فيهاش اي مشكلة ومتاجة تكرار برضو والحقيقة الوقت فات بسرعة معاكم معانا ام امنية معانا ام امنية تفضلي ايوه السلام عليكم اهلا سيد امن امنية تفضلي من فضل حضرتك يا دكتور حضرتك بتقول التوم والحاجات دي للسعلبة وحشة ام فانا بانتي عندها 11 سنة وعندها سعلبة في شعرها اي فاحترت بصراحة فيها كل حاجة عملتها لوضيتها عند دكاترا وكده بس مش نافع اه ليه حوالي سنة هي بتعاني من مشكلة يعني فيه مشكلة نفسية في البيت او في المدرسة او حاجة ابدا والله يا دكتور كل حاجة الامور زي الفرس وهي في حتة معينة السعلبة ولا في كذا حتة ايوه في حتة معينة بس اه خدت علاج بالفم خدت علاج بالفم لا ما خدتش علاج بالفم علاج موضعتي دهوان كريم وكده وعملتي التوم اللي حضرتك بتقول عليه غلط اه لا بلاش منه والنبي ده اه طيب شكرا انتصال حضرتك اه طبعا بلاش التوم يا جماعة ارجوكو اه انتو عموما والسيدة ام ام امنيه خصوصا يعني بلاش توم خالص اه طبعا لسه احنا كنا بنتكلم في النقطة دي وعشان كده اول سؤال سألته لها واللي ايه حسبته لقيته زي ما بيقول يعني هي ما بتستخدمش اي حاجة بالفم طبعا السعلبة لا يمكن علاجها بعد دون علاج داخلي بالفم يعني فكرة ان احنا طالما حاجة في الجلد بحطت لها حاجة ديت وبس من غير ما يبقى فيه علاج داخلي يبقى كأننا ما عملاش حاجة طبعا لازم علاج داخلي بعد ما نشوف الحالة لازم تتعالج عن طريق حبوب او شراب بالنسبة للاطفال في كذا اتجاه في حبوب ممكن تؤثر على تحسن مناعة الجسم في حبوب تؤثر على الحالة النفسية تدي نوع من الهدوء شوية في الحالة النفسية لان حتى لو ما كانش فيه مشكلة نفسية عند البنت وجود السعلبة ده في حد ذاته بيشكل عبق نفسي وبالتالي ما ينفعش نعالج حالة السعلبة من غير ما ندي دواء بيحسن الحالة النفسية او الحالة المزاجية فدي نقطة مهمة خالص فده لسه ده تطبيق عملي للي احنا كنا لسه بنقوله طول الحلقة او توم وحاجات موضعية بس اللي هو عكس اللي احنا كنا احنا بنقول ممنوع التوم والحاجات والكلام الفارغ ده ولازم تتعالج بعلاج بالفم بالاضافة الى الحاجات الموضعية ما ينفعش تتعالج موضعيا ابد او كنا بنتكلم برضو على الشعر او قبل مدام ام ام امنية فقلنا ان العلاج بالبلازمة دوت او البلازمة سيرابي دوت او بيسمى ساعات اختصارا بي ار بي هو مستو ان هو الدم بيتاخد من المريضة نفسها وبنشيل منه كرات الدم الحامرة والبيضة وبتفضل البلازمة اللي فيها الاكسجين وفيها الفيتامينات وبالتالي فبتغزي الشعر جدا بنحتاج اشتركوا في القناة